مستمع من الطائف يقول إنه في ذات يوم من الأيام وكان في شدة من الغضب ولم يشعر بما يقول قد تلفظ بألفاظ تخرجه عن الإسلام والعياذ بالله ويقول إنه لا يعلم ما يقول وبعد ذلك ندم ندم كثير واستغفر الله وصلى ركعتين بالله تعالى ويرجو أن توجهوه الآن ماذا عليه؟ هل يذكي؟ هل يصوم؟ أو ماذا يفعل ذلكم الله كبيرا؟ نواجب على الإنسان أن يحفظ لسانه وأن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم ويبتعل عن الغضب وأسبابه أما إذا غضب غضب شديد ولم يشعر بما يقول فإنه لا يؤاخذ لا مؤاخذة عليه فيما صدر منه في حال الغضب هو زائل الشعور وما ذكره السائل من أنه صدرت منه ألفاظ قبيحة وأنه ندم عليها وتاب منها الحمد لله هذا يكفي إن شاء الله ولكن عليه بالتحفظ في المستقبل من الوقوع في مثل هذا وليس عليه كفارة إلا التوبة بأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يعود لمثل هذا الشيء